السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم للصف الثالث الابتدائي موضوعنا هو تكملة حل تمارين الإحصاء وصلنا إلى السؤال الخامس اشترت شيماء خمس علب من زيت الطعام فإذا كان معدل كمية الزيت في كل علبات من عضل صحيح 250 لتر فهذا الرقم احنا نعتبره معدل معدل ما اشترته شيماء من العلب ما المجموع الكلي لألتار الزيت وكم تدفع شيماء ثمنا لصاحب المحل إذا كان سعر اللتر الواحد من الزيت 1500 دينار يعني بطل الزيت الواحد ببشقد ب1500 فإحنا لازم نطلع مجموع ما اشترته زينب ونضربه في 1500 حتى ينطيني سعر الكمية اللي دفعته شيماء ابهاي الحالة نجي نكتب عش عايطلب من عندنا بالسؤال مجموع الكلي بما أنه عايطلب من عندي المجموع الكلي إذن أكتب أنا قانون المجموع قانون المجموع شو يساوينا المعدل في عدد البيانات إحنا عدنا عدد البيانات وعند المعدل فإذن أضرب 2 عدد صحيح و250 في 5 من نضرب 5 في صفر صفر 5 في خمسة 25 5 في 2 10 10 و 2 12 5 في 2 10 و 1 ينطيني 11 إذا نشقد يصبح الرقم 11250 نعد كم مرتبة 1 2 3 1 2 3 وخلي الفارز أشقد يصبح الرقم 11 صحيح و250 هذا مجموع ما اشترته زينب من علف الزيت بعد ما طلعنا المجموع إحنا عدنا ألف ونص سعر اللتر الواحد أو سعر البطل الواحد بألف ونص من الزيت ألف ونص دينار فبهذا الحال نضرب إحنا 11250 في 1500 يدعش ألف و250 نضربه في 1500 احنا مثل ما تعودنا الأصفار احنا ننزله تنزل الأصفار بالضرب حتى احنا نطيق نسيطر 5 في 5 25 5 في 2 10 و 2 ينطيني 12 5 في 1 5 و 1 ينطيني 6 5 في 1 5 نضرب ونخلي صفر بالأحد 1 في 5 5 1 في 2 2 1 في 1 1 1 في 1 1 5 7 8 6 1 أسا تقولو ستحيل طلع كل هذا المبلغ دفعته زينب احنا إذا ننتبه أرجع رجع الفارزة كم مرتبة كانك وقبل الفارزة 1 2 3 1 2 3 ونحط الفارزة وبهكذا تكون هاي تلغي فيطلع العدد 16875 دينار هذا ما دفعته زينب هذا ما إيش ما دفعته زينب طبعا والضرب انت بعدين تمسح الضرب حتى السيطر بس على المادة عنده فيا سيديك 16875 دينار هذا ما دفعته زينب فيا هنا احنا نكون انتهينا من حل تمارين الاحصاء وانتهى عندنا الكتاب بإذن الله والحمد لله رب العالمين وأرجو أنه نكون فوقته في إعطاء المادة وشرح المادة بشكل مبسط فاللي أطلبه من طالبتنا أنه عندنا تمارين متنوعة صفحة 157 فإن شاء الله في الأيام المقبلة راح تكون مراجعة للطلاب يعني أنا وحنطي أسئلة هذه الأسئلة ما تنحل إذا ما كنت طالب منه الطلاب أطلب منه أنه يحليه على ورقة ويكتب اسمه على الورقة ويبعثه على القناة وبهاي الحالة أنا وحنحاول الراجع التمارين مالتكم وراجع الحلول ما أنزل الحل إذا ما الكل ينطيني الإجابات يعني أنا لازم أستقبل من عدكم 24 إجابة و24 حل من الطلاب جميعا فأنا ما أنزل الحلول إذا ما أنتم تحلون أيضا فالتمارين المتنوعة هيا ستكون مراجعة لكم إضافة إلى كأنا عندي 50 سؤال أتصور اللي أنا قبل فترة وزعتكم ملازم هيا الملازم الخمسين سؤال إحنا وحنحل يومي وحنحاول نحل خمسة أسئلة وأطلب من الطلاب يومي يومي إنزلوا لي الخمسة أسئلة يحلوها 24 طالب أستقبل 24 إجابة من الطلاب وبعدين أرجع أنا وحننزل أجوبة هذه الأسئلة فإذا أنا عندي تمارين متنوعة صفحة 157 واجب الطلاب وحيكون يحلوني هاي أول ورقة يعني الخمسة أسئلة الأولى يبعثوني هي على القناة اليوتيوب وأنا وحننصح الأوراق ونشعل إجابات مارتكم فمثل ما قلنا ما نجعل الإجابة إذا ما أنت متحلون بيتكم طبعا هاي إحنا لشعر نعملها الشكل حتى تكون مراجعة للمواد السابقة اللي إحنا أخذتما وإحنا سبقا ما أن أخذنا هاي المواضيع كل لكن أخذناه وطرقنا إليها بالمواضيع والدروس السابقة وأرجو من الله التوفيق لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته